السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه اهلا بكم في الفكر جديد النهار ده هنعمل ملوخية على طريقتي طريقتها سهلة جدا وجميل اوي وطعمها تحفة انا هنا على النار حطيت حوالي كوبايتين من من الشربة وسبتهم لحد ما يغلو وحطيت عليهم حوالي 400 جرام من الملوخية انتو انت بتعملين ملوخية لو حسيت اللي هي تقيلة زودها شوية شربة لو حسيت اللي هي خفيفة زودها شوية ملوخية عادي لحد ما تحصلها على القوام اللي انتو بتحبيه يعني هسيبها تغلي بقى حوالي خمس دقايق كده وهنا على النار حطيت تصفية شوية زيت وقطعت هنا بصلية متوسطة وحب ده اللي انا اقلب البصل لحد ما لونها يصفر كده خلاص لونها يصفر وبقى جميل اخط عليها تمط ماية متوسطة متقطعة تقطيع صغير وهسيب بقى الطماطم خالص لحد ما تتبل لحد قصدي ما تستوي خالص وهنا فلفل وكمون وبصل بودرة وتم بودرة وشوية آآ ملح ناخد بنا من الملح لان الشربة اساسا عليها ملح وهنا جبت الحلة بتاعت الملخية هعط عليها بقى الصوص ده واسيبها برضو على النار حوالي خمس دقايق مش كتير متخليش الملخية على النار تغلي كتير لانها كل ما بتغلي آآ بتغمق خمس دقايق بس وحقفل عليها هنا بقى افطاصة عامل بقى الطاشرة بتاعت التوم حطيت شوية زيت وعملت هنا حوالي خمس فصوص من التوم وهسيب التوم لحد ما يصفر معايا هنا خلاص التوم يصفر كده جميل هنزله على الملخية وهغطيها وخلاص كده طعمها جميل جدا جربوا بالطريقة دي هتعجبكم قوي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة مع السلامة اشتركوا في القناة